أهلا بكم أكد وزير المالية محمد العسعس اليوم أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلقة وخلال اجتماعا مع نجلة الاقتصاد والاستثمار النيابية قال العسعس إن القانون يهدف إلى تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية وتقليل فترة أرديات ويهدف مشروع القانون وفقا للعسعس إلى المساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين إضافة إلى معالجة مشكلة التأخر في رد الضريبة المبيعات لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية في هذا القانون المعدل القانون المعدل هذا يهدف إلى تحقيق أمرين توريد الضريبة بحيث أنها تتناسب مع الممارسات المحاسبية العالمية المعتمدة واعتماد مبدأ التوريد والأمر الثاني هو تخفيف أو تقليل فترة الرديات انتهت الفترة القانونية لتسليم الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2021 حيث أن يترتب أي غرامات أو إضافات لمن قدمها اليوم وذلك لمصادفة آخر يوم في الفترة القانونية لتقديم الإقرار عطلة رسمية ويعتبر أول يوم دوام متمم للفترة القانونية حسب المادة رقم 75 من قانون ضريبة الداخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته الواقع قانون ضريبة الداخل نص على أن مع نهاية شهر نسان تعتبر نهاية تقديم الإقرارات لضريبة الداخل للمكلفين ولكن التشريعات بتنص إذا انتهت المهلة القانونية بعطلة فتمدد لأول يوم دوام وبالتالي وحيث أن من بداية شهر خمسة لغاية اليوم كانت عطلة رسمية وبالتالي فترة تقديم إقرارات ضريبة الداخل عن عام 2021 تعتبر اليوم هي نهاية هذه الفترة بحث وزير الزراعة خالد لحنفات مع نظره البرازيلي ماركوس مونتوس اليوم رفع صادرات الأسمدة والبوتاسيوم والفوسفات من الأردن إلى الأسواق البرازيلية بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى السوق البرازيلية وأكد لحنفات خلال لقائه أن الأردن وبالرغم من شح المياه الذي يعاني منه إلا أنه يمتلق قطاع زراعي متطور وصادراته من الخضار والفواكه وزيت الزيتون والتمور تصل إلى ستين دولة حول العالم التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي والصناعات الأخرى اليوم هناك شح في الإمدادات متخلات الإنتاج وأهمها الأسمدة وزيارة وزير الزراعة البرازيلي لالتفاق حول الأسمدة سواء البوتاس أو الفوسفات إضافة إلى التحديات التي تواجه انسياب استلع ما بين الأردن والبرازيل إضافة إلى رفع الميزان التجاري باتجاه الأردن بحيث أنه ترتفع صادراتنا من التمور أو زيت الزيتون إضافة إلى الأسمدة بلا أدنى شك الأردن من الدول المنتجة الأسمدة وبكميات كبيرة جدا وهناك طلب عالمي غير مسبوك على هذه المدخل الأساس لمدخلات الإنتاج الزراعي والبرازيل كانت تستور تقريباً تولي 300 ألف طن سيتين مرفعها إلى 500 ألف طن إلى أن تصل إلى حوالي مليون و 200 ألف طن من البوتاسيوم طلبت نقابة تجار المواد الغذائية بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان وكذلك الأيام التي سبقت عيد الفطر حتى اليوم وإظهار حقيقة ما يحصل على أرض الواقع ومحاسبة أي مقصر ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة النقابة قالت في بيان أن بعض المعلومات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة واتهامات غير صحيحة لعدة جهات وأطراف وهي بعيدة عن واقع وحقيقة ما يجري في الأسواق فيما يتعلق بمادة أساسية للمواطن سواء كانت من إنتاج المحلي أو مستوردة وأضافت النقابة أنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك ومواسم الخير سواء كان هذا العبث على شكل رفع أسعار أو عدم التزام بالقوانين والتعليمات أو إصدار تصريحات ومعلومات مضللة توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش أن توقع الوزارة قريبا مذكرتي تفاهم لاستكشاف النحاس والذهب وقال الخرابش في تصريحات صحفية إن الوزارة تركز حاليا الجهود على الصناعات التحويلية لقطاع التعدين لتعظيم الفائدة من القطاع كما أطلقت الوزارة منصة لتسهيل إجراءات المستثمر في الثروات المعدنية ساهمت عطلة تعيد الفترة الطويلة بزيادة السياحة الداخلية في الأردن فضلا عن ارتفاع عداد السياح العرب والأجانب خلال الفترة ذاتها تفاصيل أكثر في هذا التقرير شمس جديدة أشرقت هنا في البترة حاملة معها مرحلة تعيد بتحسن القطاع السياحي في الأردن المشهد خلال عطلة عيد الفطر السعيد كان واحدا في معظم المواقع السياحية في المملكة حركة نشطة أنعشت السياحة المتعبة جراء جائحة كورونا رغم جائحة كورونا ورغم ما تعرضنا إلى جائحة كورونا إلا أننا استطعنا أن نحافظ على هذه الأسعار في ظل هذا العدد الكبير من الزوار لهذه المنطقة وبقينا محافظين على كافة أنواع الخدمات التي نفتخر ونعتز بأن نقدمها للسائح ضمن الأسعار المعمول فيها سابقا كانت فترة عيد مناسبة كانت فترة عيد ملائمة لزوار والسواحي الأردنيين اللي زاروا أماكننا السياحية في مادبة، في عجلون، في إمقس، في بطرة، في وادرم، في العقبة الحمد لله واجهنا إقبال كبير بسبب العطلة الطويلة الموجودة في عطلة العيد هذه الحركة القوية رفقتها حالة من الرضا عبر عنها السياح تجاه الخدمة التي طلقوها في المواقع السياحية رغم بعض المشاكل الخدمة داخل الأردن رائعة جدا يعني أنا سافرت برا على كتير دول أنت بتطلع برا بتاخد خمس نجوم مقارنة بالأردن وبالخدمات يعني بتطلع هون ثلاث نجوم العقبة إحنا حجزنا عن طريق المواقع الإلكترونية واتفاجأنا بس وصلنا للفنادق ألا بأنه أعطانا تم الحجز لما وصلنا للفنادق لقناها مسكرة ما فيش حدها حتى الرسيبشن مسكر وطالعين يعني لفينا الفنادق فندق فندق وغرفة غرفة والشقق كاملة كل ياتها فل ولك ما في غرفة كل انبسط جيت أنا وولادي وولادي عمتي وفيه كمان قرايب وكل هم مبسطين انبسطوا جدا جدا وبفقا لتقديرات حكومية بلغ عدد زوار المواقع السياحية من الأردنيين والعربي والأجانب نحو 190 ألفا أرقام يراها العاملون في القطاع واعدة بإصلاح ما أفسدته الجائحة